اللي جاي ده بقى ركز معايا فيه عشان فيه حكاية حلوة وفيها ربط مهم جدا جدا يعني الخبر الاول بيقول ايه؟ الخبر بيقول ان الاتحاد الانجليزي اعلن مغادرة في الفودن لمعسكر المنتخب الانجليزي لزروف عائلية طارئة طارئة يعني ساب المعسكر بتاع المنتخب الانجليزي في بطولة اليورو اللي تقام في ألمانيا ويسافر بلاده لزروف طارئة تقارير الصحافة الانجليزية قالت ان زوجة في الفودن انجبت او هتلد الطفل التالت الطفل التالت ليهم هتنجبه خلال ساعة الصورة هي مع الطفلين شبه فودن الاتنين شبه فودن تقريبا يعني تمام فانت بتتكلم في انه راجل ساب معسكر منتخب انجلترا عشان مستني ايه طفل التالت هل هل تركز معايا فهل دي هل الجماهير الانجليزية تعصبت اتنرفزت قالت فودن افضل لاعب في المنتخب الانجليزي افضل لاعب في الدولة الانجليزية هذا الموسم اللي خلص منذ ايام قالت انه خان قالت انه مش عايزة تحمل المسئولية قالت انه بيطراخة قالت انه بيهزر لا دي المفاجأة قالت لك ايه بقى قالت لك انها لامور انسانية قالت لك ان الاسرة اهم من كرة القدم وبنتمنى له هو واسرته ان هما يبقوا كويسين برضو نفس الكلام الاسرة اهم من كرة القدم بتجربة سرعة قوي واحنا بنصلي لفودن واسرته واهم حاجة ان فودن واسرته يبقوا كويسين ده الكلام اللي اتكتب النهاردة نقولك الترجمة سريع يعني ده الكلام اللي الجماهير الانجليزية لما عرفت الخبر والاتحاد الانجليزي قاله دي كانت تعليقاته دي كانت تعليقاته علما ان منتخب انجلتران مش في افضل احواله يعني ساعد لدور الستاشر على الحروق رجب خمس نقط ومستوى فني سيء جدا طبعا انت عارفين الحكاية كلها مع جالس ساوس جد الامور سيئة مع اوش طيب انت قلت ليها تربط اعتقد واتصور انك ربط كاسي الامم الافريقية كانت من كم شهر كانت من كم شهر والراجل يعيني الطيب اللي ورايا ده غلبان ده اتصاب في ارض الملعب ده الموسم بتاعه بس كله محمد صلاح كله بسبب الاصابة اللي اتعرض لها في كاسي الامم الافريقية وقال لك مش بيتحمل المسؤولية وسايب المنتخب في وقت صعب جدا وعايز سافر انجلترا عشان يتعالج وبيتدلع ومش عايز يركز مع المنتخب ومش عايز يقف مع لعبة المنتخب ومعترض على الجهاز الفني للمنتخب وما بيحبش زميله وبيحبش يلعب لمنتخب مصر بيحب يلعب لليفربول فاكريني الكلام ده فودن ده صلاح حدث صعب الحدث صعب اللي عنده ايه عنده اصابة كبيرة فودن عنده حدث سعيد يعني يعني لو ما سافرش لمراته وهي بتخلف يعني ان شاء الله خير مامتها بقى باباها مامته باباها هتمشي الدنيا الناس قالت لك لا في انجلترا لا دي امور انسانية والاسرة اهم من كرة القدم واحنا فين هتقول ليه يا عم كريم بقى دي ثقافات وناس تانية مختلفين واحنا بقى بقره انا الجملة دي ما هتبص مش كل ما اقول لك حاجة تقول لي هم غيرنا لا مش ما فيش حد غيرنا احنا كويسين وعقلين ومتعلمين وفاهمين ومنحب الكرة ومنحب وعندنا انسانية وكل شيء فبقره انا الجملة دي اللي هو يا عم دول بعيد عندنا لا مش بعيد وريبين جد احنا اللي بنبعد نفسنا كل ما هنجي نقول نتحسن نقول لا احنا بعيد لا ما هنتحسن احسن وقفت عندها كتير اللقطة دي النهاردة انا قلت ايه هنخش بقى انا وزميل ندور عالتعليقات هنلاقي فودن ده بيتقطع الناس عادي عادي دعك ايه اشتركوا في القناة